أدعو صديقي الشيخ علي الغزي إلى إلقاء ورقته البحثية وقبل أن يلقي يعني اسمحوا لي أن أميز بشيء واحد فقط صديقه الكريم الشيخ هو الوحيد الذي لا يصى بقضية الوقت لأنني اشتركت في عشرات الندوات والبحوث للأمانة وأعتذر عن هذه الشهادة لم أرى شخصا منتظما في وقته كالشيخ علي الغزي شكرا له ولكم وتفضل جناب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين البحث بعنوان نافذة على المنهج التربوي عند أهل البيت عليهم السلام من القيم المعرفية المهمة البحث والتفتيش عن المناهج العامة لقادة الأمم وأعيانها خصوصا إذا كان هؤلاء القادة ممن حظوا برعاية إلهية كالرسل والأنبياء والأئمة الأوصياء الخصوصية تنشأ من أن مواقفهم لم تكن مواقفا ارتجالية عفوية مؤطرة بالجهد البشري الخاضع لمبدأ الإصابة والخطأ وإنما يكون في الحقيقة جهدهم ملؤه الصواب ولا يحد عنه فتشخيص منهجهم العام وطريقتهم في بناء الأمم وحضارتها لا شك يكون نبراسا مهما لمن يهتم بذلك ويريد أن يسهم في بناء الفرد أو الأمة التي يكون جزءا منها ويزداد الأمر أهمية في خصوص الموضوع لأن الموضوع ليست أمرا مجانبا لتفاصيل الحياة وإنما هو من صميمها نتحدث عن التربية وأي فرد من أفراد البشر لا يكون له مساسا بها وأي مساس هي تمثل وجوده من منذ أول آناته إلى حين رمسه فموضوع مرتبط بالإنسان في كل تفاصيله في ولادته في طفولته في صباه في شبابه في بلوغه في شيخوخته في كل أطواره في كونه طفلا في كونه صبيا في كونه شابا في كونه أبا في كونه أخا في كونه عما في كونه أستاذا في كونه صديقا ما شاء الله كل تفاصيل الحياة تخضى لمنطقة تربية ومن هنا كانت محاولة تلمس المنهج العام لأهل البيت صلى الله وسلم في منهجهم العام في مجال التربية كانت هذه المحاولة تزداد وتخضى بهمية كبرى لكن في نفس الوقت مع وافر هذه الدواعي وأهميتها وعظيمها لكن الإنصاف الموضوع كبير ولا يمكن أن يحاط بمحاضرة واحدة أو ببحث واحد ولذا اضطررت اضطرارا علميا ليست تواضعا اضطررت أن يكون البحث تحت عنوان نافذة على المنهج التربوي عند أهل البيت لا يسعني أن أتحدث عن المنهج التربوي بوصف دقيق تفصيلي فإن ذلك مما يحتاج ربما الأعوام يستغرق كتباً لا يمكن أن توفيه محاضرة مهما كبرت واتسعت فمقتضى الإنصاف العلمي أن يوصف البحث بما يستحقه في واقعه وما يستحقه البحث الذي أريد أن أكون في خدمتكم من حيث بيان تفاصيله هو ليست إلا نافذة على المنهج التربوي العام أما تفاصيل هذا المنهج التربوي العام ودراسة خيوطه العريضة وتفاصيله الدقيقة فمن نافلة القول أن أقول لكم أنه لا يمكن أن تستوفيه محاضرة إذن ما نقصده ما نرمو إليه بالغ الأهمية عظيم الشأن واسع المجال لكن كما قيل ومعلوم أن الذي لا يدرك كله لا يترك كله على المرء أن يسعى وليست عليه أن يكون موفق فنقول بحول الله تعالى وقوته التربية لغة من ربا يربو بمعنى نمى وزادة لكن ليست مطلق النمو والزيادة وإنما تلك الزيادة التي يقوم المربي على إيجادها في المربة من أجل إيصاله إلى ما أمكن من كماله المنشود وقد اهتم أهد البيت صلى الله وسلامه عليهم في تربية الأفراد الذين يحوطونهم والمجتمع بشكل عام ونجد معالم التربية في ما روي عن أهد البيت نجدها في أمرين في سبيلي السبيل الأول ظاهر وبارز لكل من لاحظ المواضيع والقيم الأخلاقية التي تناولوها صلى الله وسلامه عليهم في كلماتهم ليس خافيا والأمر الثاني أمر خفي مستطر مستبطا في هذا العمر الظاهر وهو ما نقصده أعني الطريقة العامة المنهج العام الإسلوب العام في هذا الهدف التربوي فعند ملاحظة روايات أهد البيت بشكل عام وروايات الصادقين بشكل خاص وتخصيص الصادقين ينشأ تخصيص الصادقين في الذكر ورواياتهم ينشأ مما روية في الأخبار الصحيحة الشيخ الكوليني ينقل رواية معتبرة في السنة طويلة أذكر لكم مضمونها أن الفقه الشيعي بكل تفاصيله إنما امتاز عن بقية المدارس الفقهية الأخرى امتاز في زمن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم ثم استمر من بعده في زمن الإمام الصادق فهذا الامتياز للفقه الشيعي يعطي مزيد حضوة لما روي عنهما مضافا إلى كثرة المأثور الروائي عن الإمامين الصادقين قياسا بباقي الأئمة فمن هنا امتازت خصوصية مروياتهم على غيرهم والملاحظ أن المنهج التربوي العام لأهل البيت صلى الله عليه وسلم كان على مستويين المستوى الأول نظري والمستوى الثاني عملي ونقصد بالأمر النظري نقصد به البيان حينما نقول المستوى النظري نقصد البيان أنهم يبينون حينما يأتون إلى مفردة إلى قيمة تربوية المستوى الأول في الوعي التربوي الذي يخطوه أهل البيت هو بيان هذه المفردة هذه القيمة التربوية بيانها من عدة جهات بيان أصل ماهيتها وطبيعتها بيان آثارها بيان حدودها بيان آثار عدم التمسك بها وأيضاً بيان شروطها وخصائصها فالمنهج الأول في أدبيات أهل البيت صلى الله عليه وسلم وهو عليهم التربوية هو منهج البيان أذكر مثالاً توضيحياً لذلك حينما نأتي إلى قيمة المشورة المشورة أمر وسيلة من وسائل التربية أن يتربى الإنسان العاقل فضلاً عن المؤمن على أدب المشورة وأنه كلما عرضه أمر لا طاقة له به يستشير المؤمنين العقلاء فيه كي يعرف الموقف الصحيح الذي ينبغي له أن يتخذه حينما تناولته روايات أهل البيت تناولته بشكل تالي أولاً بيانت قيمة المشورة وأهميتها ثانياً بيانت آثار تلك القيمة ثالثاً بيانت آثار عدم الالتزام بها رابعاً بيانت شروط الشخص الذي ينبغي استشارته والشخص الذي لا ينبغي استشارته فكان بيانهم رسماً تفصيلياً لكل هذه القيمة التربوية بحيث لا يكون الإنسان حينما يريد أن يستشير لا يكون عمله عملاً في الحقيقة ليس منظماً ليست مرتباً وإنما يجد نقاطاً تربوية واضحة فيه ينبغي له أن يسير على هديها وهذا المنهج هذا المستوى مستوى البيان يأتي من منطلق في غاية الأهمية وهو أن البيان يمثل التكليف الأول الذي كلف به الأنبياء والرسل ما هو تكليف الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأنبياء عليهم أبضل الصحة ما هو تكليفهم الأول اتجاه الأمة؟ البيان بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين البلاغ وغيرها خصوصاً كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه على التطبيق الإطاع التطبيق التنفيذ تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين فالمسؤولية الأساس للأنبياء والرسول والأئمة الأوصياء صلى الله عليه وسلم ومسؤوليتهم الأولى هي البلاغ والملاحظ من منهج أهل البيت في هذا المستوى أنهم لا يكتفون بالبيان فقط وإنما يردفوه بأمرين ضروريين جداً ومهمين غاية الأهمية الأمر الأول لما يبينوا القيم الاجتماعية لا يبينوها على أنها قيم صرفه وإنما يرفدوها بتعاليل عقلائية توجب قبولها من قبل النفوس فلما يبين مثلاً قيمة المشورة في مثال المتقدم لا يذكر قيمة المشورة كذا وإنما يبين العلّة العقلائية التي تدعو الإنسان لأن يحافظ على مبدأ المشورة مثلاً أذكر مثالاً لذلك فيما روي عنهم روي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا تشاور جباناً لاحظوا؟ هذا بيان لما ينبغي للشخص الذي مؤهلات الشخص الذي يكون صالحاً للاستشارة أولاً أن لا يكون جباناً ليش؟ لب يكتفي النبي بهذا الخطاب ولو اقتصر عليه لكفى قوله حج وإنما أرفقه بتعليل عقلائي فقال يا علي لا تشاور جباناً فإنه يضيق عليك المخرج تحظون التعليل؟ تعليل عقلائي ليست علّة تعبدية صرفة أو ما يقاربها وإنما هو في الحقيقة أمر عقلائي أي عاقل يدرك يسمع هذا التعليل أن جباناً يضيق على الإنسان المخرج أي إنسان العاقل يدرك هذه المعلومة يجد من نفسه تصديقاً بها وإذعاناً بمفادها كذلك قال ولا تشاور بخيلاً ولم يكتفي بالبيان وإنما أرفقه بتعليل عقلائي أيضاً فقال فإنه يقصر بك عن غايتك إنه الغاية التي تقصدها ربما احتاجت في الحقيقة بعض الجهد المالي البخير في الحقيقة بحكم كونه بخيلاً يقصر بك أيها المستشير عن أن تبلغ تلك الغاية لأنها لها متطلبات مالية فالملاحظ أنه النبي وهو يخاطب أمير المؤمنين والخطاب لنا لم يكتفي بالصفة التي تسلب أهلية الاستشارة عن الشخص وإنما علّلها بتعليل عقلائي كذلك قال لا تشاور حريصاً ليش فإنه يزين لك شرها الحريص يعني ما يكون عند قابلية الإقدام فلما تعرض علي فكرة يركز فقط على السلبيات فإنه يزين لك شرها يبيت لك بالحقيقة أنه الخوض في هذا الأمر فالحقيقة ليست فيه إلا مزيد شر ومزيد تبعات إذن هذا الأمر الأول الذي يرفقه أهل البيت بالبيان وهو بيان تعليل القيم المعرفية تعليلها بعلل وقلائي والأمر الثاني الذي يرفق أهل البيت صلى الله عليه وسلم البيان به الأمر الثاني هو ربطه بالله واليوم الآخر وأن هذه القيم لها ارتباط سينعكس على الإنسان في يوم غده من ذلك مثلاً في موضوعنا في موضوع الاستشارة عن المعلّى بن خنيس قال أبو عبد الله عليه السلام ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلاً عاقلاً ديناً ورعاً ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أحض الأثر اللي رح يرتبه الإمام الصادق أما إنه إذا فعل ذلك يعني إذا فعل الإنسان واستشار عاقلاً ديناً ورعاً شن الأثر اللي رح يترتب لم يخذله الله لحظون ربط القيمة الاجتماعية بالله بل يرفعه الله ورماه بخير الأمور وأقربها وأقربها إليه وأيضاً روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال من استشار أخاه فلم ينصح محظى الرأي الشخص لا سمح الله استشارني وأنا ما انطلت تمام النصيحة محظى الرأي قصرت بي ما هو الأثر الذي يترتب سلبه الله الرأي سلبه الله الرأي بعد قابلية على إبداء الرأي الله عز وجل يتكفل ويكون عقاباً لتقصيره في بيان المشورة المحظة حينما طلبت منه هذا كل في الأمر الأول وهو المستوى النظري الذي قصدنا به البيان الذي يكون مردفاً بالعلل العقلائية وبربطها بربط القيم الاجتماعية ربطها بالله عز وجل المستوى الثاني العملي ونقصد بالعملي في الحقيقة هو السلوك أو آلية السلوك أحد أمرين الذي يقدمه أحد البيت صلى الله عليه وسلامه عليهم لأتباعهم في مجال الامتثال بالقيم الفردية والاجتماعية التربوية الأمر الأول تقديم الأمر الأول اللي هو من مصادق الجانب العملي المحافظة على النموذج والقدوة في الاتباع من خلال تقديم قدوة حية تكون ملتزمة بتعاليم وبقيم الأخلاق التربوية ويأتي في هذا الشأن قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأيضا مما روي عنهم روي عن الإمام الصادق تحديدا أنه أوصى بعض شيعته ينبغي التركيز على مثل هذه الوصية فقال لهم كونوا لنا دعاة صامتين واضح الوصية في مضمونها يحمل شيئا من الغرابة كيف يكون داعيا الدعوة تقتضي الكلام والجهر والحديث وهو لا ينسجم مع الصمت الذي يطلبه الإمام كونوا لنا دعاة صامتين قالوا وكيف ذلك يبنى رسول الله شلون دعاة شلون صامتين قال تعملون بما أمرناكم تعملون إن الجانب العملي تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله وتنتهون عما نهيناكم عنه ومعاصيه فإذا رأى الناس ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إلينا أحتضر منكم كان المفروض أنه تستوفى بقية النقاط لكنه الوقت انتهى هذا وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين شكرا جزيلا لجناب الشيخ الكريم الشيخ علي الغزي حفظه الله ورعاه ونفتح باب المداخلة كل مداخلة في دقيقة وأرجو أن تكون المداخلة مداخلة في الموضوع مع شكر جزيلا الأخوة اللي عدهم بس يعرف بجناب المتداخل ثم في دقيقة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة هيثم علي عبد الستار من محافظة ديالة ماجستير لغة عربية مداخلة بسيطة الأولى ما هي الأساليب التي وردت في منهجية أهل البيت عليهم السلام والمداخلة الثانية ما هي الآثار السلبية والإيجابية في هذا المنهج التربوي عند أهل البيت عليهم السلام وشكرا جزيلا تقصد ما هي الآثار الإيجابية طبعا أحسنتم عفوا الأساليب أشرت إلى أسلوبين عامين الأسلوب النظري والأسلوب العملي والأسلوب العملي كان فيه ثلاثة مستويات مستوى القدوة ومستوى التغير التدريجي ومستوى التغير الدفعي الذي لم يسمح الوقت لبيانها تفصيلا أما الآثار فبلا شك منهجة البيت لا توجد فيه آثار سلبي إنما هي آثار إيجابية فقط أبتك شيف والآثار في الحقيقة لا يمكن حصرها لماذا؟ لأنها في الحقيقة تتبع نوع القيم كل قيمة اجتماعية لها آثارها الخاصة المشورة لها آثارها الصداقة لها آثارها فما يمكن إسباغها في وصف عام تحت عنوان الأثر ممنوع شكرا فاضل السلام عليكم بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا بعد الدكتور علي كارب المسؤول وحدة تعليم القرآن في جامعة واصل حسنا فعل البحث إذ تخلص من النقد في استيعاب الموضوع بقوله إنها نافذة وهذا شيء جيد فات بعض السابقين لكن أقول من هذه النافذة عنوان البحث المنهج التربوي التربية بالمعنى الحديث كما نعلمها وشرح بعض أصولها ثم حاول أن يفسر قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين أن البلاغ بمعنى إيصال الرسالة بالقول وربما بالقدوة فقط أقول إذا جئنا إلى قوله تعالى ليزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة يتضح أن البلاغ ليس إبلاغ القول فقط وإنما هي مراحل متعددة في صناعة الفرد والأمة تبدأ بالتزقية ثم التعليم ثم الحكمة وهي تطبيق هذا المنهج ليصل الإنسان إلى التكامل أو يقترب من التكامل هذا بإيجاز لو سمحتم أن أنطلق من البحث إلى المؤتمر والمركز الإمام الصادق فوق ما وكل الأئمة ولكن لدي شاهد فوق ما نخوض به بمراحل ومراحل ونحن مقصرون كثيرا كثيرا نافذة أهل البيت انفتحت على العالم كله من خلال الباقر والصادق وفؤاد سازكين يقول في الجزء الرابع من تاريخ التراث في معالجة موضوع جابر وردا على أحد المستشرقين الذي التفت إلى كتاب من كتب جابر فأنكره لأنه فوق مستوى البشر اسمه والكتاب يخوض في نقد الفلسفة اليونانية قال هذا الكتاب لا يمكن أن يصدر من عقل إنسان واحد ربما يكون من أربعين أو عشرات الباحثين في القرن الرابع فقط هذه الإضاءة نحن مقصرون في بيان هذا الجانب أن الأئمة فوق مستوى البشر وهذا أضعه على عاتق المركز وشكرا جزيلا شكرا جزيلا أحسنتم دكتورنا الكريم تفضلت شكرا دكتور بالنسبة إلى عنوان نافذة أشرت إلى أنه لم يكن وضع هذه المفردة تواضعا وإنما كان وصفا حقيقيا لأنه لا يمكن أن يحاط بتمام تفصيل الموضوع لعظمه وأهميته أما بالنسبة إلى ما ذكرت من الآية الكريمة فالتسكية ليست إلا المستوى العملي وتعليم الحكمة والتعليم والحكمة هو المستوى الأول اللي هو مستوى البيان فلا يوجد مصادمة بين الآية القرآنية وبين الشواهد الأخرى التي ذكرناها ممنون إذا ما عدنا مداخلة أخرى شكرا جزيلا تفضلوا جناب الشيخ احنا بهذه الجهة ما نشوفه نعتذر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته علي الحكيم استاذ الحوزة هو الجامعة من لندن أشكر جناب الباحث على بحثه القيم وتوضعه في بيان العنوان وفي بيان المباحث فقط مجرد ملاحظة لتكميل الباحث أنه مثل ما تفضل الدكتور كان ينبغي التفرقة ما بين التربية بالمعنى الأخص يعني أصبحت لها معنى أصطلاحي في عالمنا المعاصر وبين التربية بالمعنى الأعام أراه أنه قد استوعب جانب الأعام وهذه هي سيرة المتعارفة عند الحوزويين أما لو أيضا تطرق إلى التربية بالمعنى الأخص وهناك مباحث جمع تفاصيل واردة في كتب التربية عند المفكرين المعاصرين سوف يكون البحث فيه إثراء أكثر مبارك الله فيكم وشكرا أحسنتم مولانا نشكر لطفة اهتمامكم الملاحظة صحيحة ومن هنا كانت المحاضرة تحت عنوان نافذة هذه التفاصيل يمكن أن تذكر لو كان البحث يقصد في الحقيقة تفاصيل المنهج التربوي بكل خصوصياته لكان لزاما أن نقف على مثل هذه التفاصيل لكن المقصود في الحقيقة هو بيان الخطوط العريضة والعامة للمنهج العام التربوي عند إحدى البيت أحسنتم شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا